السلام عليكم ورحبا بكم درج جديد من دروس علوم حياة الأرض كيزاكو والخاص بمستوى الأولى علوم تجريبية ودائما مع الوحدة الأولى التي سندس فيها الدواهر الجيولوجية الخارجية كين جزئين أو فصلين وبدأنا بالفصل الأول المتعلق بإنجاز خريطة جغرافيا القديمة لمنطقة رسوبية كنا شفنا النشاط السابق الدراسة المرفولوجية للرواسب ولمكونات هذه الرواسب وصلنا في الحاصلة إلى أن هذه الدراسة المرفولوجية غير كاملة ولا تعطي جميع المعلومات المتعلقة بظروف الترسب لهذا سنكمل الدراسة السابقة بدراسة جديدة لغنظرها في النشاط الثاني وبالتالي سيكون النشاط الثاني الدراسة الإحصائية عوض المرفولوجية لمكونات الرواسب وغد نقسم هذا النشاط إلى جزئين في هذا الفيديو نشوفه الجزء الأول لدراسة هذا النشاط نقتلح عليكم محاور تالية المحور الأول تحضير العينة الرملية وهي عملية أساسية لأن بدونها لا يمكن أن نمر إلى المحور الثاني وهو كيفية إنجاز منحنى الترددات والمعلومات التي يفيدنا بها سنوقف في هذا الفيديو عند هذا المحور الثاني على أساس أننا في الفيديو الثانية نطرق المحور الثالث الخاص بإنجاز المنحنى التراكمي أو منحنى التراكمات وأيضا المعلومات التي يفيدنا بها دائما في الهدف لحط قدامنا وهو كيفية استرجاع واسترداد الجغرافية القديمة لمنطقة رسوبيا حاليا سنبدأ بالمحور الأول لأننا سنخصوه لكيفية تحضير العينة الرملية وهي خطوة جد مهمة لأنها هي التي تجعلنا نكمل في المحور الثاني والمحور الثالث كيف نحضر العينة الرملية؟ سنأخذ المناولة وفي هذه المناولة لدينا مجموعة من المراحل المرتبة وكلها مراحل أساسية المرحلة الأولى وهي أن يجب أن نأخذ رمل أو عينة من الرمل التي سوف ندرسها ونقوم بغربلتها داخل غيربال قطر عيونه مضبوط ما هو قطر عيون هذا الغيربال؟ هي بالضبط 0.63 مم وهي قيمة جد مهمة وقد نعرف لماذا بالضبط اخترنا هذا الغيربال بهذا القطر للعيون بعد هذا نقوم بإضافة الماء لماذا لإزالة حبيبات الطين بطبيعة الحال يجب أن يكون دائما لدينا السؤال لماذا حاضرا ثم ندوز من هذا إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي إضافة الماء المؤكسجا وهو H2O2 وما هو الهدف وإزالة المواد العضوية المرحلة الثالثة إضافة HCL لماذا حمد كلوريدريك قصد إزالة الحبيبات الكلسية إذن من هذا الرمل حيثنا ثلاث أجزاء حبيبات طينية مواد العضوية وحبيبات كلسية قل رجعوا للسؤال لماذا لأن حبيبات الطين والمواد العضوية والحبيبات الكلسية هي ليست حبيبات التي كان بإمكانها مسايرة كل عام النقل منذ حتى هذه الحبيبات إلى موقع الترصب بمعنى آخر أن هذه الحبيبات لا يمكن أن نعتمد عليها للتعرف على ظروف النقل والترصب فعلى أخذنا مثلا الحبيبات الكلسية فحبيبة الكلسية التي تم اقتلاعها فعلى أخذنا الحبيبات الكلسية فلا أخذنا مثلا حجر كبير تم اقتلاعه من الصخرة الأم الصخرة الأصلية عندما سيصل إلى موقع الترصب ستكون بطبيعة الحال مورفولوجيته وقده قد تغير بشكل كبير جدا بمعنى أنه يحصل لها تفتت وفي بعض الحالات ذوابا وهذا سنشوفه في أعماق المحيطات في أعماق المحيط عندما نصل إلى عمق معين أو كبير يدوب الكلس عوضة تكوينه لهذا نزيل حبيبات طينية مواد العضوية والحبيبات الكلسية المرحلة الرابعة نقوم بتجفيف العينة داخل محم أو ما نسميه هو فرن ولكنه ليس عادي بمعنى أنه لا يمكن أن نرفع درجة الحرارة داخله إلى درجات جد كبيرة وهو الشيء الذي لا يمكن الفرن العادي من القيام به خامسا نقوم بغربلة العينة كلها الآن داخل غربال مركب وهذا الغربال المركب عنده شرط أساسي شنو الشرط هو أنه يجب أن يتناقص قطر عيونه هذا الطبيعي ولكن من 2 ميليمتر إلى 1 على 16 ميليمتر وهذا 1 على 16 ميليمتر التي تذكرتها فهي تمثل القيمة أو تقارب القيمة 0.0.63 سنعرف بالضبط لماذا هذه القيمة ثم داخل الغربال المركب بطبيعة الحال سنكون لدينا الغربال أكبر قطر عيونه 2 ميليمتر ثم 1 ميليمتر 1 على 2 1 على 4 1 على 8 1 على 16 الخطوة السادسة وهي وزن حبيبات كل الغربال واستخراج نسبتها المئوية هذه العملية ممكن أن نسهلها بمعنى خاصة بالنسبة للنسبة المئوية فنأخذ العين التي نقوم بغربالتها في الخطوة 5 100 جرام فكتكل عملية سهلة وكتولى عندنا كتلة كل الغربال هي نسبته من بعد مرحلة تحضير العين الرملية حضرنا العين الرملية قمنا بجميع المراحل فماذا نفعل بهذه العين التي وزننا كل جزء منها فنقوم انطلاقا منها بإنجاز منحنى الترددات ومنحنى الترددات وعبارة عن ماذا وعبارة عن ميبيان يعبر عن تطور نسبة المئوية للحبيبات بدلالة قطرها فنأخذ مثال فإن أخذنا هذا الميبيان نحن في هذا الميبيان قلنا أنه يعبر عن تطور نسبة المئوية إذن هذا سيكون عدنا في محور الأراتب بدلالة قطرها يجب أن يكون في محور الأفاصيل فنأخذ إلى هذه القطر الأولى لحته في محور الأفاصيل بدلنا بالقيمة 4 ولحته في الأقطار دائما عندنا القسمة على 2 4 4 على 2 2 على 2 1 على 2 1 على 4 إلى غير ذلك ونبدأ في قطر الحبيبات بالقيمة الأكبر نحو القيمة الأصغر وليس العكس الطريقة هي ماذا هي متى لمشينا الغربة الأول لقلنا قطر عيونه كم؟ 2 ميلي متر فما بقي في هذا الغربة ولم يستطع المرور إلى أسفل كم سيكون قطره؟ بطبيعة الحال سيكون أكبر من 2 ميلي متر ونحن دائما كنتكلم على الرمل والرمل ستكون حبيباته هي ليست كبيرة جدا بمعنى أننا نزيل الحصى ونزيل الحصى الكبير فيكون ما تبقى داخل هذا الغربة الأول محصور بين 2 و 4 فلهذا عدنا هذا الجزء الأول الذي سنضره فيه العمود الأول نفترض بأن نحصلنا على نسبة مئوية التي هي تقريبا 10% نقوم بنفس العملية بنسبة للغربة الثانية التي كانت تحت منه ففي الغربة الثانية في نظركم شوك يوقع الحبيبات التي نزلت من الغربة الرقم 1 نحو الغربة الرقم 2 كيف سيكون قطرها؟ طبيعي أن يكون أصغر من 2 لكنه سيكون أكبر من 1 ولهذا عندما نزيل كمية التربة التي كنا هنا ونحولها إلى نسبة مئوية تعطينا نسبة معينة لفترضنا بأنها تقريبا 15% نفس العملية نقوم بها بنسبة الغربة الثالث فيعطينا كمية من هذه الحبيبات ثم نقوم بتحويلها إلى نسبة مئوية الغربال الرابع الغربال الخامس والغربال السادس ثم بعد هذا نذهب إلى منتصفات هذه القطع وننجز المنحنة للتردد فيكون تقريبا عدن المنحنة بالشكل إذن هذا هو ما نسميه منحنة التردد منحنة التردد أو منحنيات الترددات كتفي نبشيء مهم جدا وهو نبحثه على القيمة التي توجد على هذه المنحنة ففي هذه المنحنة عدنا كم من قمة قمة واحدة ماذا نسميه وهذا كنتوجته الجدع مشترك نسميه وحيد المنوال يمكن أن يخرج لنا بشكل آخر حسب النسبة مئوية ديال الحبيبات داخلها كل غربال غربال قطر عيوني إثنان قطر عيوني واحد إلى غير ذلك فكلاحظونا مباشرة نحتاج قبل ما نرسمه المنحنة فكيبان هذا العامود طالع واللي مقبل منه ومن بعد منه نازلين وعودك تطلع تنين إذن لرسمنا المنحنة للترددات فكيعطينا كم من قمة منحنة الترددات في هذه الحالة هو عديد المنوال لأنه لديه قمتين وليس قمة واحدة فاشك تفيدنا دراسة منحنيات الترددات وهذا هو الهدف من إنجاز هذه المنحنيات نقول أنه إذا كان منحنة الترددات وحيد المنوال فكيعطينا هذا استنتاج مباشر اللي هو أن الرمل أو الراسب متجانس بطبيعة الحال نقول ديما خصنا نسوله ماذا نعني بفكرة معينة إذا كان منحنة الترددات عديد المنوال فاستنتاج مباشر الراصب في هذه الحالة كيف سيكون غير متجانس فهناك نجيب لهذه الكلمة دي المتجانس وغير متجانس لبطبيعة الحال ما خصناش غير نسمعها ونحفظها بل يجب أن نعرف ماذا تعني راصب متجانس يعني بأن هذه الحبيبات إما أن لها نفس الأصل أو أن عامل النقل الذي نقلها هو عامل واحد لكي يكون الراصي متجانس ما يعني بمتجانس هل التجانس هو طبيعة الحبيبات أو التجانس هو عامل النقل فالليكن نعرفه هو أن الحبيبات لا يمكن أن تكون من نفس الأصل إلاخدنا وادي فالوادي عنده روافد وهذه الروافد وهي وديان صغيرة جدا تنقل الرواسب من مناطق مختلفة وتلقي بها في نفس النهر إلاخدنا الرياح فيتنقل رواسب من أماكن مختلفة إلاخدنا المحيط نفس الشيء إذا التجانس نعني به بالضبط كم لدينا من عامل النقل هل لدينا عامل واحد أو أكثر من عامل إلاخدنا مثلا لقينا راسب معين في منطقة معينة هل حمله الماء فقط أو حمله الماء والرياح أم أن هناك تدخل لعامل أخرى كالجليد وكالمحيط إلى غير ذلك وطبع الحال سنفصله بشكل جيد في التطبيقات والثمار إلا تبعتنا في الفيديوهات بطبيعة الحال لكي نفهم كيفية إنجاز منحن الترددات وأيضا المعلومات التي من الممكن استخراجها منه وناخده تطبيق وفي التطبيق بعدها تحضير عينة رملية عرفنا المرحلة تحضير إزالة الحبيبات الطينية وإزالة المواد العضوية وإزالة الحبيبات الكيليسية بعد هذه العملية تحضير نقوم بوزن كل ثلاثة الحبيبات داخل كل غير بال من الغرابي لتحضيرنا من الغربال 7 من 4 إلى القطر 1 إلى 16 فنحصل على النتائج التالية هي النتائج لدينا في الجدول قطر العيون 4 مليمتر 2 1 0.5 0.25 إلى 0.06 ولاحظت للمرور من كل قطر إلى آخر كنقسم على 2 لا نستخدم معلومة جدا مهمة وهي أننا هنا كتبنا قطر العيون وليس قطر مدى الحبيبات نتحدث عن قطر الحبيبات لأن الحبيبات ليس لا قطر محدد لأن مثلا في الغربال الذي قطر عيونه 4 مليمتر فهو يضم جميع الحبيبات التي من المفروض أن يكون قطرها أكبر من أو يساوي 4 مليمتر في الغربال الذي قطر عيونه 2 فيجب أن يضم جميع الحبيبات التي قطرها أكبر من أو يساوي 2 مليمتر وهكذا دواليك الى غاية 0.06 ما الذي يقابلها ككسر هو 1 على 16 الان نريد نخرج الى نسبة المئوية نسبة المئوية بطبع الحلقة نرى الطريقة الثلاثية ولكن نحن سهلنا العملية لان إذا حسبنا مجموع كتلة جميع هذه الحبيبات الآن سوف يلقى 15-15-25-40-40-80-10-90-892-100 جرام إذا كانت لدينا اكثر من 100 جرام عدك الساعة سنحتاج الى الطريقة الثلاثية إذا مباجرة تكون لدينا كتلة الحبيبات هي الحصيص 100 جرام فإن الكتلة كل جزء من الحبيبات تعبر مباجرة عن نسبة المئوية إذا سوف تكون لدينا 5 5% النسبة المئوية طبيعاً تعرفوا الرمز ذي لها 10% سوف تعطينا 10% 25% 40% 10% 8% و 2% إذا لقينا النسبة المئوية ما سنقوم بالنسبة المئوية؟ سنحول الكل الى المبان ولكن سوف نرى ما هو المطلوب في السؤال المطلوب في السؤال هو ماذا بيّن أن الرمل متجانس أنتم ممكن تعرفوا بطبيعة الحال أنه في الأسئلة ديال المستوى التأهيلين ما بقاش لدينا أسئلة مباشرة ولكن سؤال مركب لكي نبين أن الرمل متجانس لدينا مجموعة من المراحل ما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هي تمتيل هذه العينة الرملية وتطور النسب المئوية بدلالة قطر الحبيبات فأخذنا مثلا قطر الحبيبات أربعة نلاحظتم أننا نبدأ من الأكبر قطرا إلى الأصغر قطرا ما نقوم بالنسبة لدينا هنا؟ تعرفوا الفرق بين ما نكتب على محور الأفاصيل هنا نقوم بالنسبة لدينا قطر الحبيبات وهنا نقوم بالنسبة لدينا قطر العيون ما ستخرج لدينا أعمدة ما ستخرج مباشرة منحنة قطر الحبيبات أربعة للاحظتين وضعناها وضعناها بعد الصفر مباشرة وما وضعناها ما دم وضعنا أربعة هنا فدك يعني بأن هذا العمود الأول اللي سنوضعه هنا فهو يضم جميع الحبيبات التي قطرها كم يساوي؟ سيساوي أربعة أو أكبر من أربعة قيمتها هي خمسة ممكن مثلها ثم الحبيبات التي قطرها محصور بين اثنان وأربعة في الغدل القاوة في الجدول هي جميع الحبيبات التي احتفظ بها الغربال الذي قطر عيونه اثنان كم عددها؟ عشرة جرام ونسبتها عشرة في المئة وكم مثل واحدة هي نقوم بنفس العملية بالنسبة للحبيبات التي قطرها محصور بين اثنان وواحد غدل القاوة في الغربال كم خمسة وعشرين في المئة ثم الغربال الموالي قيمة أو نسبة الحبيبات التي احتفظ بها أربعين في المئة ثم عندنا النسبة الموالية هي عشرة في المئة ثم عندنا تمانية في المئة وعندنا القيمة النهائية وهي اثنان في المئة ثم عندنا عمل آخر وهو ماذا؟ نقلب على منتصفات هذه القطع وبعد هذا نقوم بماذا؟ بالربط بين هذه النقطة والمنحنة التي نبحث عنها هو هذا إذا ماذا نلاحظ في هذه المنحنة؟ نلاحظ كتحليل بأن هذه المنحنة هو وحيد المنوال وحيد المنوال المدني بها عندنا قمة واحدة وبالتالي عندنا استنتاج مباشر لا يحتاج إلى تعليل اللي هو ماذا؟ أن العين المدروسة متجانسة أو قلنا بأنها متجانسة كتنة تساؤلت ماذا نعني بمتجانسة وطافقنا على أنه متجانسا نعني بها بأن عامل النقل الذي حملها هو عامل واحد وليس هناك تداخل بين عوامل نقل مختلفة هذا بالنسبة لكيفية إنجاز منحنة الترددات والمعلومات التي يمكن أن نستخرجها منه في الفيديو المقبلة قد نشوف بعد إنجاز منحنة الترددات وإذا وجدنا أن العين متجانسة وأن بالتالي عامل النقل الذي حملها هو عامل واحد ما هو هذا العامل للنقل هل هو ريحي أو مائي وإذا كان مائي هل هو مياه النهر أو مياه البحر نتمنى أن نكون لفيدناكم في هذا الفيديو ونلتقي في فيديو مقبلة لكي نكمل هذا النشاط شكرا